أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سيناء لطالما كانت موضعاً للاستهداف والعدوان وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير السيناء أشار الرئيس السيسي إلى نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حماية وصون السيناء حدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعاً للاستهداف والعدوان وطالما نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءاً لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر شعب مصر الكريم إن قصة كفاح المصرين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإسرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه ومنهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي ترجمة نانسي قنقر